بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن ولا روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فتخمرن بها هذا الحديث يبين لنا أمرا مهما في تربية أبنائنا وقبل ذلك تربية أنفسنا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل آية في القرآن الكريم تأمر بالحجاب قال شققن مروطهن والمرط هو الثوب الكبير الذي يتزر به أو يقال له الملاءة شققن تلك الملاءة ثم اختمرن بها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى حتى لم يدعن هذا الأمر يأخذ يوما أو يومين أو شهر أو ما إلى ذلك أمر الله عز وجل ينفذ في الحال حينما سمعنا قول الله عز وجل في أمر من الأمور التي خصهن فابتدرنا إلى ذلك الأمر في الحال ولذلك نقول هنا لأمهاتنا لأبائنا لأبنائنا نعلمهم أن أمر الله سبحانه وتعالى لا يناقش أمر الله سبحانه وتعالى لا يؤجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم الله سبحانه وتعالى يقول يبتدر العبد المؤمن إلى فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى وهكذا نعلم أبنائنا وبناتنا أن أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا تؤجل نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين